حضرتك مسافر على جرش بعد العلمين زي بتستعد لده؟ بستعد لجرش أولا يعني دايما أنا بغني بحافظ على صوتي يعني بعرف أنه صوتي ده لازم يتقسم بين الناس وبعطي كل ما عندي لكن ما بخليش صوتي يخسر قوته واندفاعه كده أحضر للقاء جرش بقالي زمان ما غنيتش في جرش وبقالي يمكن أكتر من 15 سنة ما رحتش لمهارة جان جرش غنيت في الأردن كتير جدا لكن مش في جرش والنهاردة الإدارة الجديدة بتاعت جرش شجعتني أني روح غني فيه وإن شاء الله بيكون تفاعل كتير كبير مع الجمهور